موسيقى استكمالا لمبادرة التمكين الاقتصادي لمؤسستي حياة كريمة وجمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية اتجهت المبادرة لمحافظة قنة لتستهدف 61 مواطنا ومواطنة لدعم مشروعاتهم الاقتصادية الصغيرة بقرد حسم قيمته 30 ألف جنيه نهاردة بنسلم عدد من المشروعات التنموية في صورة الكروض الحسنة لأبناء محافظة قنة اللي بيقدروا ان هو يكون ده باب رزق لي وان هو ينمي ويكبر من المشروع بتاعه احنا بنعمل فحص للحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ان هي مشروع صغير محتاج يتنمى شوية يكبر شوية فاحنا بندي قرض بدون فائدة على مدى 20 شهر بيتسدد نص المبلغ بدون فوائد حسنا الحالات من مراكز نجاح حمادي وجوص وجفت ونجادة اللي وقع لهم الاختيار طبعا كلها مشاريع حرفية قائمة طبعا النهاردة احنا بنجني سمنار المبادرة العظيمة مبادرة فقامة الرئيس حياة كريمة ودي احد نتائجها النهاردة اعز اقول ان المبادرة طبعا في محافظتنا الحقيقة يعني غيرت في المرحلة اولى فقط غيرت شكل المحافظة تغيير كامل وكل صالح المواطن البسيط التعاون المشترك يهدف الوصول الى الحالات الاكثر استحقاقا في قرى مراكز محافظة قنة هدفا في تمكينهم اقتصاديا عملية تنموية متواصلة لتجوب كل المحافظات من شمالها الى جنوبها انا عز اشكر بصراحة جمعية الرمان مؤسسة حياة كريمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس انفعهم للناس الواحد مبسوط طبعا اكيد لما يشوف حاجة زي كده بتساعد الشباب نقدر نكبر مشروعنا لنمي نفسينا اكيد مبسوط نعملوا كل خير معايا سعدوني وقفوا معايا في المشروع المتاعي والحمد لله مشروعي نجاح اكتر من الاول كان نجاح واحد في المية دلوقتي حاليا بخدمتهم وقف اكتر من 99% والحمد لله ربنا يبارك فيه سلامت القرد وطورت في المشروع المتاعي يعني زودت الحاجة يعني صراحة ما جسروش معانا يعني وعملونا القرد بتاعنا ونزلنا والحمد لله وان شاء الله باذن الله هكبر مشروعي وهنمي وهطوره بكل ما تعمل تحت مطلته من مؤسسات تنموية يواصل والتحالف الوطني عمله الخيرية تجاه اهالي القرى والنجوع بهدف توفير حياة كريمة طيبة تحسن من مستوى معيشتهم وترفع الاعباء عن كاهلهم تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنظيم برنامج فاليو بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب يتم من خلال البرنامج تدريب طلاب الجامعات على المهارات الحياتية والاساسية وعلى رأسها مهارات التواصل الفعال والذكاء الاصطناعية بهدف الاستثمار في بناء الانسان المصري وخاصة الشباب تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنظيم برنامج فاليو بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب في دفعة الحادي عشرة ليستمر على مدار خمسة ايام وذلك لتدريب طلاب الجامعات على بعض الموضوعات والمهارات الاساسية والحياتية وعلى رأسها مهارات التواصل الفعال والذكاء الاصطناعية نستقبل اكتر من او حوالي ربعمائة طالب من طلاب الجامعات والمحافظات المختلفة استقبلنا 11 دفعة باكتر من 25 مجموعة من مجموعات الطلابية على مدار الثلاث اشهر الماضية ومستمرين في المرحلة الاولى نهاية ديسمبر الطالب بيكون مسؤولتنا كاملة من ساعة من قبل حتى ما يجي من محافظته يكون منستقين معاه كل حاجة ومنستقين معاه اقامته التدريب ايام التدريب ينزلوا على ارض الواقع ويبدأوا يحتاجوا بالموطنين ويحتاجوا بالارض والناس فده بيعلمهم مهارات كتيرة عشان يقدروا بعد كده يتعاملوا مع الارض الواقعية ما يقرب من 400 طالب يتلقوا تدريبات برنامج فاليو من اكثر من اثنتين عشرة جامعة وما يزيد على 14 محافظة مختلفة حيث تستمر التدريبات على مدار ثلاثة ايام بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب تتضمن تدريبات وورش عمل ويومين للزيارات الميدانية لمواقع وقرى حياة كريمة واماكن سياحية وعسكرية التدريب هنا يعني هيبقى مفيد جدا وهيفيدني في حياتي وهيديني اكسبرينس اكتر فرصة عظيمة والحنا نتكسب فيها خبرة علمية واكاديمية من الناس لهم خبرة في الدراسة وفيهم اصلا يعني الاكاديمية كلها شباب علمتنا ازاي نعرف نزل الشهرة وتعامل مع الاشخاص ونشوف المشاكل نقدر نحل فيها كان دايما مشروع جميل لها نتعلم عجبني التواصل والمدربين والطرق والحاجات بتاعتهم عجبتني خالص وكانت تجربة فرحت بيها واستفدت منها مغفر لنا كل حاجة وكل حاجة بسوء متميز والمتطوعين والرشحان للتدريب ده كلهم مقفوا معنا محدش سابنا خطوة بخطوة كل ذلك وما زالت مؤسسة حياة كريمة تستمر في اطلاق الدورات التدريبية المختلفة لرفع الوعي لدى الشباب المتطوعين في كافة انحاء الجمهورية وفقا لاستراتيجية الدولة لخلق حياة كريمة لجميع الاهالي الاولى بالرعاية اشتركوا في القناة